استطاعت حنان العاتي وهي تلميذة مصابة بمرض سرطان الدم اجتياز امتحان البكالوريا بنجاح ابنة بوسكورة اجتازت هذا الامتحان في شعبة العلوم الفيزيائية بمركز اعد خصيصا لها بمستشفى 20 غشب الضار البيضاء وذلك تحت اشراف الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين نجحت الحمد لله ودوس في حال الضرف مزياني اللي وفرهم للأطباء والتقم التبي وكنشجع قاعد المراد واللي كيعانوا من شي مرض مزمين يتشجع ويدوز ويقرأ ويكملوا بش تفتح لي مقافق كبير انا لكنت مريضة ودوزت وتكافحت بش اني لنوصل وبالمناسبة تم تنظيم محفلين بالمستشفى على شرف التلميذة الفضل العزيمة ديال هاد التلميذة توفقات الحمد لله وسلمناها اول شهادة بكالوريا يعني اللي كانت تسلم ديبلوم سلمناه اليوم على مستوى جهة الضر البيضاء استات تنفتخروا بها وتنعتزوا بها لانها رغم دوروا فيها الصحية استطعت انها تنجح هي بغت تكون طبيبة ونشوفها ان شاء الله طبيبة وتكلفتها هي بالمرضى وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكويل لجهة الضر البيضاء استات فان عدد المترشحات والمترشحين الناجحين في الدورة العادية للمتحان الوطني الموحد لنيذ شهادة البكالوريا بلغ 47.918 بنسبة نجاح بلغت 65% فصل 32 ترجمة نانسي قنقر